السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب طالبات الصف الثالث الابتدائي اهلا بكم في قناة سنتر الرؤى النهاردة عنشرح درس نيموذج كتابة لافتة مصورة من منهج اللغة العربية الجديد للصف الثالث الابتدائي الفصل الدراسي الاول وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لأصلكم كل جديد والضغط على زر الاعجاب التعبير الكتابي نيموذج كتابة لافتة مصورة اللافتة المصورة هي جملة او عبارة مختصرة ترشد او تحفز او تحذر او تنبه على شيء ما يجب مراعاة ما يلي عند الكتابة اول حاجة ان يكون المضمون واضح ومختصر ايبا مضمون الجملة يكون واضح ومختصر وضع صورة تعبر عن مضمون اللافتة وضع ايه صورة تعبر عن مضمون اللافتة وسهولة الكلمات وحسن الخط وعلامات الترقيم بسهولة الكلمات حسن الخط علامات الترقيم هنشوف مع بعض الامثلة اقرأ ولاحظ نم مبكرا لتستيقظ نشيطا هدف اللافتة تأكيد على اهمية النوم مبكرا يبا اللافتة دي هدفها التأكيد على اهمية النوم مبكرا هنا عندنا نم فعل امر الفصلة المنقوطة ونقطة اخر الجملة دي من علامات الترقيم من علامات الترقيم طبعا نجي نشوفوا لافتة تانية بيقولك لا تقاطع حديث غيرك لا تقاطع حديث غيرك هدف اللافتة تعلم اداب الحديث هدف اللافتة ايه تعلم اداب الحديث هنا عندنا لا ان هي تقاطع فعل مضارع لا ان هي تقاطع فعل مضارع وهنا النقطة في نهاية الجملة من علامات الترقيم وهدف اللافتة تعلم أداب الحديث رقم اثنين أكمل مستخدما لا الناهر أو فعل الأمر ثم صدق للافتة بالصورة المناسبة لها نغط الحيوانات بلطف إذا نقول إيه فنكتب فعل الأمر هنا نقول عامل الحيوانات بلطف ونوصلها بالصورة دي تقطف الظهور فنقول لا تقطف الظهور ونوصلها بالصورة البنت اللي بتقطف الظهور رقم ثلاثة بيقول لك اقرأ اللافتة ثم ارسم صورة مناسبة لها حافظ على نظافة غرفتك هنا نرسم صورة طفل أو ولد يرتب غرفته في رقم أربعة بيقول لك عبر عن الصورة بلافتة مستخدما لا الناهر في الصورة هنا عندينا الولد بيدي المشت الزميل فنكتب لافتة نقوله اين لا تستخدم مشت صديقة لا تستخدم مشت صديقة كتابة لافتة مصورة واحد اكمل لافتات الآتية هنا عندنا اول لافتة بيقول لك احضر العابك ووعاء به ماء رقم اثنين نغط مطهرا نغط مطهرا وصابونا في الوعاء فنقول ايه اضف مطهرا وصابونا في الوعاء نكتب هنا اضف فعل الامر اضف رقم ثلاثة هنا اقول لك نغط العابك في الوعاء فنكتب هنا فعل الامر ضع ضع العابك في الوعاء اللافتة رقم اربعة هنا الولد بينظف العاب بالفرشة فنكتب لافتة بتقول احضر فرشة ونظف بها العابك احضر فرشة ونظف بها العابك في اللافتة رقم خمسة قم بتغيير النغط يبقى نقوله قم بتغيير الماء فنكتب هنا كلمة الماء في رقم ستة يقول لك نغط الالعاب من الماء ثم جففها فنكتب فعل اخرج فنقول اخرج الالعاب من الماء ثم جففها رقم اثنين اكتب لافتات مصورة عن عن خطوات قص الازافر لتساعد لتساعد اصدقائك اول صورة معانا نكتب تحت منها اغسل يديك بالماء والصابون الصورة رقم اثنين احضر ادواتك الخاصة الصورة رقم ثلاثة نكتب تحت منها استخدم القصفى لقص ازافرك الصورة رقم اربعة ابرد ازافرك جيدا بعد قصها الصورة رقم خمسة اعد الادوات الى مكانها الصورة رقم ستة في النهاية اغسل اديك بالماء والصابون جيدا هنا عندنا في كتابة اللافتة لا ننسى الاملاء يكون صحيح ونستخدم علامات الترقيم وفعل الامر ويكون الخط جميل والكلمات مناسبة وبكده يكون وصلنا معكم لنهاية الدرس النهاردة أرجوكم استفدتم معنا ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لا أصلكم كل جديد والضغط على زر الاعجاب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته